مع التقدم الطب الكبير اللي حقيقته البشرية من خلال الأبحاث والدراسات تم القضاء على آلاف الأمراض البسيطة والمزمنة من خلال معرفة أسبابها وكمان قدر العديد من العلماء نهم يطوروا علاجات لأمراض كتير جداً ومع ذلك لسه في أمراض نادرة وغريبة مفيش ناس كتير ساموا عنها قدرنا أننا نلخص أغرب سبع أمراض منهم هل تعرف إيه هي الأمراض دي وإيه أعرضها؟ خلينا نشوف حساسية الماء مرض حساسية الماء أو المعروف بالشارع المائي مرض نادر جداً تم تأكيد وجوده من جانب مجلس المراجعة الطبية وفقاً للتقرير الصادر عن شبكة CNN الإخبارية الأمريكية من خلال تأكيد إصابته لـ 30 شخص فقط على مر التاريخ المرض ده غالباً بيصيب شخص في وقت متأخر من العمر وغالباً بيكون بسبب حدوث اختلال في التوازن الهرموني الناتج عن الولادة ومن الأمثلة المصابة بالمرض ده كانت لأم عندها 21 سنة وبقى ما عندهاش أي قدرة على شرب الميا أو حتى إنها تقف تحت المطر لأن لو حصل ده هتتصاب بطفح جلدي مؤلم للغاية ولو بتفكر في الاستحمام مش مسموح ليها بأكتر من 10 ثواني في الأسبوع 2- متلازمة اللكنة الأجنبية تم تسجيل إصابة 60 شخص فقط على مر التاريخ بالمرض ده والمتلازمة دي عبارة عن إن شخص بيلاقي نفسه بشكل لا إرادي بتكلم بلهجة غير مفهومة وغير معروفة الأطباء في بداية الأمر رفضوا إنهم يعتبروها مشكلة نفسية ولكن سنة 2002 لاحظ العلماء في جامعة أكسفورد في إنجلترا إن المصابين بيتشاركوا في تشوهات الدماغ نفسها وده شيء بيعمل تغييرات واضحة في نبرة الكلام وإطالة أصوات الحروف المتحركة وأخطاء في النوت ومن أمثلة المصابين بالمرض ده امرأة نرويجية سنة 1941 بقت بتتكلم بلهجة ألمانية قوية وده عمل لها مشاكل اجتماعية كبيرة نتيجة العداء اللي كان موجود وقتها بين النرويج وألمانيا 3- الدحك المميت تم تسجيل مرض الموت الضاحك المعروف باسم كورو بشكل حصري لشعب غنية الجديدة القبلي وده باعتبرهم أكتر فئة مصابة بالمرض ده ومن أعراضه حالة انفجار مفاجئ من الدحك الهستيري ولاحظ الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا أن المصابين بالمرض ده بيعانوا من اهتزاس في الأطراف وأن العرض ده بيختفي تدريجيا بالراحة التامة لكن غالبا بعد 3 شهور بيبدأ المرض في الانتشار بشكل أشرس وبيتسبب في فقدان القدرة على الوقوف والتصلب وفقدان القدرة على الكلام المتماسك ومن ثم الموت في نهاية الأمر ولكن اكتشف الطبيب الأمريكي كارلتون جيك دوسك حاجة مهمة جدا وهي أن المرض بينتشر من خلال عادات أهل القرية في أنهم بيكلوا أفراد الأسرة بعد الموت ولما قدر كارلتون يقضي على العادة دي انتهى الوباء تماما وده الأمر اللي حصل كارلتون بسببه على جايزة نوبل في الطب 4- متلازمة أليس في بلاد العجائب بيعاني المصابين بمتلازمة أليس في بلاد العجائب أو مايكروبيسيا من أنهم بيشوفوا الأشياء أصغر من حجمها الطبيعي بكتير جدا إلى جانب أنها بتأثر سلبيا على حاسة السمع واللمس والإدراك لصورة وحجم الأشياء وسبب وراء تسميته بالاسم ده هو الفيلم الشهير مغامرات أليس في بلاد العجائب اللي كانت بتشوف في الطفلة البطلة كل شيء أصغر بكتير من حجمه الطبيعي وده نظرا لوجودها في عالم أسطوري وخيالي وغير وقعي 5- متلازمة التخمر الذاتي وفقا لتقرير مؤسسة Medical News Today الطبية فإن مرض التخمر الذاتي أو تخمر الأمعاء هو مرض له طبيعة خاصة وده عشان جسم المريض بينتج في الأمعاء كحول نقي جدا بيسمى الإيثانول بعد تناول الأطعامة الغنية بالكربوهايدرات ولأن الكبد في الغالب بيعالج الإيثانول ففي بعض حالات المرضى كبدوهم مش بيشتغل بشكل صحيح ومن أعراض المرض ده التجشق التعب المزمن الدوخة الارتباك الإفراط في تناول كحول القولون العصبي 6- متلازمة رائحة السمك بيعاني مريض متلازمة رائحة السمك أو مرض 3-مثال أمن من أن جسمه بيفرز رائحة كريهة جدا بتشبه بشكل كبير رائحة السمك المتعفن وده بيكون من خلال العرق والزفير والبول وطبعا ده بيشكل حرج اجتماعي كبير جدا للمريض نتيجة نفور كل اللي حواليه بسبب الريحة دي 7- الأرق المميت بيعرف مرض الأرق المميت بأنه مرض بيخلي المريض غير قادر على النوم بتبدأ الإصابة بأن المريض بيكون غير قادر على النوم بشكل بسيط ولكن بعد كده بتزداد الحالة سوء لدرجة أن المصاب بيدخل في غيبوبة تامة قد تؤدي للوفاء ووفق تأدير الخبراء فيه 100 شخص فقط من أصل 30 عائلة على مستوى العالم من أوروبا والصين واليابان والاستراليا والولايات المتحدة الأمريكية بيحملوا الجين المسبب للمرض ده والجدير بالذكر أن فيه نسخة غير وراثية من المرض ده اسمها الأرق القاتل المتقطع ومحدش من الخبراء يعرف أسبابه لحد دلوقتي وأخيرا نتمنى لك نوما هنيئا وأحلاما سعيدا